مشاهدين أهلا بحضراتكم تلقى وزير الخارجية سمح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني جيمس كليفر لي حول التصعيد العسكري في قطاع غزة وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيت في تدوينة عبر حسابه على منصة X إن الوزيرين تبادل التقييمات حول ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية ودقول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكامل وضمان حماية المدنيين والإفراج عن الرهائل فيما طلق وزير الخارجية سمح شكري اتصالا من وزيرة خارجية فنلندا إلينا فولتنان وناقش الحرب في قطاع غزة وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكري أكد خلال الاتصال ضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم إنفاذ هدنة إنسانية لحماية أرواح الفلسطينيين ووقف الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي ضد مواطني قطاع غزة والدخول الكامل للمساعدات دون عوائق وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية صرح بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم الأول من نوفمبر الجاري بمقر وزارة الخارجية بارامبري بهيدا نوكارا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلند وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التايلندي للمنطقة من أجل تشاوري حول التصعيد العسكري في قطاع غزة وتداعياتها وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزيرين أجرايا حوارا مستفيدا وتبادل التقييمات حول ترد الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة كما أكد في هذا السياق على أهمية تنصيق الجهود لوقف دائرة العنف وإرساء هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين الفلسطينيين وتوثر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وفي سياق متصل رحب الوزير شكري بقرار تايلند بالتصويت لصالح قرار المجموعة العربية في المجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة باعتباره القرار الصائب الذي يغلب قيم السلام يغلب قيم السلام وقسر دائرة العنف المفرغة وتوفير الدعم الإنساني اللازم للمدنيين منوها لضرورة تحرك المجتمع الدولي لتنفيذ الهدنة الإنسانية اتصاقا مع قرار الجمعية العامة وحفاظا لأرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني مشاهدين الكرام إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه التقطية بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة